من شوية كان في حادث صعب شويتين مباراة الاهلي والاتحاد في كرة السلة على ملعب حسن مصطفى صالة حسن مصطفى المغطى والصور الحديدي وقع بجماهير الاتحاد عادة عادة في الأمور اللي زي كده مش عادة المفروض في الأمور اللي زي كده نقول ألف مليون سلامة على المصابين البيانات الرسمية بتقول إن المصابين دلوقتي تقريبا 27 مصاب إن شاء الله بإذن الله ربنا يعفيهم ويشفيهم مش محتاج بقى دلوقتي لا تجويد ولا كلام ولا جدال ولا أي حاجة الحمد لله الحمد لله الحمد لله من سطر ربنا علينا إنه ما فيش أي حالات وفيات إن شاء الله تفضل الأمور على كده وتعدي على خير هي حدثة زي أي حدثة بعد ما نخلص ونتطمن إن شاء الله على المصابين نشوف بقى في مشكلة كان في السور الحديدي ولا هي الموضوع قدري بشكل تام بس واضح إنه ما كانش فيه نهائة ما كانش فيه مشكلة فإن شاء الله الأمور تعدي على المصابين بخير ربنا يا رب يطمن أهليهم وأثارهم والأمور تعدي دون أي أضرار بإذن الله وتبقى الأمور بسيطة طيب بعد شوية هيبقى معنا البيانات الرسمية الخاصة بهذا الأمر بس حبيت في البداية أقول ألف مليون سلامة على كل المصابين طيب معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ محمد الشازلي مدير الإعلام بوزارة الشباب والرياضة يطمن على الوضع حتى هذه اللحظة أستاذ محمد مساء الخير مشرف ومنور الوضع حتى هذه اللحظة بالنسبة لي المصابين طب مننا من فضل الحمد لله الوضع مطامن جدا الحمد لله مع الوزير موجود دلوقتي المستشفى الشيخ زايد وكان موجود قبلها في مستشفى أكتوبر معاملنا على الحالات من أول لحظة في المستشفى معظم الحالات الحمد لله ما بين تعافي تقريبا كل أو جزئي كل الحالات تلقت الإسعافات الأولية والعلاجات الخاصة 100% من الحالات ما فيش الحمد لله إصابات خطيرة الحمد لله أخطر حاجة الإصابات هي عبارة عن كسور أو كذا نتيجة سقوط هذا الستاند أو البيسامور للإعلام حتى البرتكابل بتاع الكاميرات ده اللي وقع لكن الحمد لله بشكل مطمئن جدا نطمئنين من خلال الناس المختصين والأطباء في المستشفى الشيخ زايد وإكتوبر على الحالات بنسبة كبيرة خلال ساعات واليوم أو يوم بكتير هتبقى كل الحالات الحمد لله بشكل شبه كامل مستقرة وتقريبا تخرج من المستشفى بإذن الله يتعالى طيب أنا مش عايزة أخش في تفاصيل كثيرة غير اللي أنت تمنتنا بيه دوت وبنقول كلنا إن شاء الله إذا محمد الأمور تبقى أحسن الساعات اللي جاية ويطلعوا كلهم بإذن الله يعني معافين سالمين من المستشفى عشان كده مش حابب أخش بقى في قصة سوى حكايات بس أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة طمنتنا على الوضع الأستاذ محمد الشازلي مدير الإعلام بوزارة الشباب والرياضة أقول حاجة أخيرة في القصة دي يا جماعة عشان بس وأنا داخل ببص دايما على السوشال ميديا وبشوف الناس بتتكلم في إيه في الأمور اللي زي دي في الأمور اللي زي دي عادة وفي كل الأوقات محدش يكرر يقول حاجة دمها تقيل ليه دمها تقيل؟ يعني اللي هو أصلي مش عاية في السورة ما حصل في إيه أصلي مين زقمين؟ أصلي مين ما عملش إيه؟ مفيش أي حاجة من دي حصلت نتطمن على الناس نتطمن على المصابين ولو في خطأ لو فرضا في خطأ نبقى نعرفه بعد كده بس نتطمن على الناس مش محتاج كلام كتير ومش محتاجة تجويد ومش محتاجة مالي يا ما نعودش نملة في الكلام دوت ببساطة شديدة ربنا يا رب يشفيهم ويعفيهم بإذن الله ما يبقاش فيه أي نوع من أنواع الحوادث دا بإذن الله في بلدنا في أي لعبة بإذن الله